بهدف اختيار مدير عام للمنظمة إضافة إلى التباحث حول عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال تستضيف الكويت غدا أعمال الدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو وكيل وزارة التربية هيثم الأثري قال إن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على حشد تأييد الدول الأعضاء في المنظمة لدعم مرشح الكويت الدكتور سعود الحربي لتولي منصب المدير العام للمنظمة لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجالات عمل المنظمة التي اكتسبها من خلال عضوياته في المجلس التنفيذي ممثلا عن الكويت لسنوات عدة